بعد اذنكم اذا تقدرون تحطوا لي لايك لعشان يرتفع الفيديوهات لان المشاهدات عندي شوي نازلة خلونا الان ندخل بتفاصيل القصة في عام 2013 في قرية في الجزائر اسمها السواكرية هذه القرية صار فيها احتراق احدى المنازل وهناك البيوت ينبع بها يعني ما في مسافة كثيرة بيناتهم هذا البيت ما ساكن فيه الا امرأة وزوجها للاسف ان فيه حريق هائل والجيران ملتمة ما يقدرون انهم يدخلون والسبب ان الباب اصلا من حديد فبالتالي اتصلوا على الدفاع المدني عشان يطفي الحريق والدفاع المدني اول ما جاء شاف الحريق الهائل قام وكسر الباب واخمد النيران لكن المفاجأة الصادمة لما شافوا ان فيه جثة متفحمة داخل غرفة نومها فهنا اتصلوا على الشرطة وقالوا لهم ان فيه بيت محترق وفيه سيدة يعني مباين ملامحها ولا باين عمرها انها متفحمة في غرفتها الظاهر انها ماتت عن طريق الاختناق فجاءت هنا الشرطة وجابوا وياهم الادلة الجنائية والطب الشرعي اول ما عاينها الطب الشرعي وفيه حالتها المتفحمة طلع مبدئيا تقريره قبل اصلا ما يشرح الجثة ان هذه الجثة اصلا ماتت مو عن طريق الخنق ولا غيرها الا ماتت عن طريق الطعن لان فيها عدة جروح صحيح انها متفحمة وصحيح ان اثارها مباينة لكن واضح عملية الطعن والشقوق في جسمها فهنا الشرطة حاوطت المكان واخذت عدة صور من جميع زوايا هذه الجثة وقعدت تبحث في البيت تشوف اذا فيها ضحية ثانية غير هذه السيدة اللي توفت اللي اعطاها الطب الشرعي عمر قرابة الخمسين سنة ما شافوا احد في البيت نهائيا غير هذه المرأة اللي كانت مكبوبة على وجهها وفي غرفتها النوم على الارض وكان الدم يسيل منها وايضا كانت متفحمة فعلى طول جات الادلة الجنائية واخذت جميع البصمات وكذلك كان الدم التشر في كل زوايا البيت وفي كل مكان على الاجدار على الارض وغيرها اخذت من كل زاوية في هذا البيت عشان تشوف مصدر هذه البصمات او الدي اني ايه الدم بقع الدم راجع المين اخذوا جثة المرأة الى الطب الشرعي وكذلك اخذوا بقايا من الحريق عشان يعرفون نتيجة هذا الحريق هل هو بافتعال فاعل او انه عن طريق الصدفة بعد ما خلصوا الطب الشرعي والادلة الجنائية الحين جدور الشرطة الشرطة هنا راحت على طول للجيران تسألهم وتاخذ المعلومات اذا يمكن يوصلوهم على الجاني او الفاعل هناك جميع الجيران قالوا لهم ان هذه المرأة ساكنة ويزوجها وزوجها اصلا كان موجود لكنه مسافر وما نعرف عنهم شيء ابدا يعني كانت هذه المرأة ما عندها خلافات ولا مشاكل مع احد فبالتالي ما عطاهم الجيران يعني معلومات وافية ولا عطاهم معلومات كافية عشان يقدرون منها ينطلقون للتحقيق فراحوا هنا وسألوا اكبر عدد واكبر شريحة ممكنة موجودة في هذا المكان في واحد من الجيران قال لهم ليش ما تسألون حماتها قال للمحقق مين حماتها قال هذه ساكنة بيتها يم بيت هذه المرأة يعني ما يفصلهم اصلا الا جدار واحد فراح هنا المحقق اخيرا وصل الشيء او مفتاح فراح على طول الى بيت حماتها بيت حماتها احنا نسميه بالسعودية يعني اخت زوجها وليست ام زوجها فراح الى هذا البيت عند اخت زوجها شاف البيت مقفل وقعد يطل يعني اراقب المكان اذا فيه ناس جوه ولا لا استغرب انه فيه ناس عادي عايشين حياتهم وقاعدين يعني يسالفون مرتاحين والضوء موجود طلع عليه عن طريق النافذة وشاف انه فيه عائلة موجودة طيب ليش ما طلعت الدنيا قايمة ولهي قاعدة والحريق اصلا واصل للشارع وهم هذوله جالسين قاعدين يفلفصون حب وعادي يشوفون التلفزيون ما كأنه فيه شي صاير برا على طول المحقق طق الباب وطلعت له هذي حمات المرأة اللي انقتلت قالت لها شنو فيه قال لها انتي ليش جالسة في الدار ليش ما طلعتي مع هذول الناس تشوفين شنو برا قالت لها ليش شنو برا قال لها شوفي الحريق قدام بيتك قاعدت هي تطالع اللي شافت حريق بيت اخوها قامت تصفق على راسها وتصيح وتقول لا يكون جرى حق مرت اخوي حاجة قال لها ايوة مرت اخوك توفت فهنا انهارت وقامت تصيح وقالت شنو هذي المصيبة اللي صارت توهم لاقيت اني قبل يوم يعني كانت في احوال وعارف هنا المحقق انه هذي مستحيل تكون لها يعني صلة بهذا الموضوع اكيد ما سمعت او في شي ما فهنا المحقق قبل ما يغادر المكان جال واحد يركض وهذا الواحد يعني قاعد يلهث ويتنفس بش سرعة يعني فراح لا يركض قال له انا عندي لك كلامة باقوله في واحد كان ايضا موجود داخل البيت وطلع قبل انتو ما تجونه قبل ما يجي الدفاع المدني طلع لي وهو ينزف بدمه من كل الاتجاهات وقال لي حرقوها قتلوها ما عرفت مين يقصد لكن انا من شفت الدم على طول اخذته وطرت فيه عند اقرب مركز مستشفى موجود في هذه القرية فهنا المحقق قال اسعفني بسرعة شنو اسم المستشفى عطاه وراح المحقق مع الضباط الى المستشفى يابوني حققون مع هذا الولد اللي طالع اللي يقول هذا الرجل اللي اسعفه انه تقريبا في العشرينات من عمره اول ما راح الطبيب ما سمح له ابدا انه يلاقي او يحقق مع هذا الولد كون انه هذا الولد اصلا في حالة خطرة وفي الانعاش ويمكن يعيش ويمكن لا فهنا ضلوا على اعصابهم الشرطة خصوصا انه هذا اكيد الشاهد الوحيد في هذه الجريمة وما راح يتعب الشرطة في البحلة الاستقصاء وهو اكيد اذا طلع منها ونجى راح يقول شنو اللي صار وشنو اللي دار وشلون ماتت اللي هي هذه المرأة فهنا الشرطة على بال ما انهم يعني ينتظرون هذا الولد انه يصحى خافوا بحكم امكانية المستشفى هذا القريب يعني امكانيته ضعيفة او ضئيلة راحوا نقلوا هذا الولد الى مستشفى اكبر وشددوا على الاطباء انهم باي وسيلة كانت يسهرون عليه سهر لما يطلعون احصان وايضا شددوا الحراسة بحيث انه ما حد يدخل ولا حد يطلع عليه حتى لو كان بصحة جيدة وعلى طول هنا الشرطة سوى لهم خطة ان لا حد يعرف عن هذا الشاهد لان هذا الشاهد جدا مهم في احداث القضية ايش سووا يا ترى اعلنوا في الصحف والمجلات جميع الاعلام ان هذا الولد الشاهد الوحيد حاولوا انهم يسعفونه لكن توفاه الله لدرجة ان اهله جاءوا يركضون الى المستشفى ويبحثون عنه الطبيب اصلا بلغهم انه توفى وقاموا ويصحون وينهارون ولا حتى رف لهم جفن ولا طمنوهم قالوا لهم انه لا ولدكم صاحي لانه خايفين ان الجاني او الفاعل يقوم بعدين ويهرب او انه بعدين يسوي شيء يستصعب عليهم انهم يلقونه وظلوا هنا المحققين ناس تروح وناس تجي على هذا البيت وناس موجودين هناك في مركز الشرطة يحققون مع اقارب واصدقاء واهل هذه المرأة الحين تعالوا نتعرف على مين هذه المرأة وشنو اللي صار فيها وليش هذه المرأة من مدينة ثانية اسمها سليمة هذه سليمة كانت عايشة حياتها طبيعية الى ان جاء واحد هذا الرجل كان متزوج من قبل وللأسف ما جاء لعيال يعني عقيم فبالتالي خطب هائه على كبر من عمرها وقبلت فيه اول ما قبلت فيه يعني راح وياها الى القرية هذه وهناك عاشت وياه وكانت طيبة وخلوقة وسمعتها جدا زينة وحتى اخلاقها نظيفة وكذلك حافظة لكتاب الله وايضا حتى حماتها على طول تزورها وهي تروح حق حماتها يعني كأنها صديقة معاها وغير كذا ايضا هذه المرأة كانت على طول تهتم بزوجها وكانت عايشة معاه في افضل حالاتها وسعيدة وحتى انها كانت موظفة وكانت يعني مو محتاجة لا للمصروف ولا محتاجة ايضا للاولاد في هذه الاثناء زوجها مرض مرض شديد قال للطبيب لازم انك تنتقل الى بلد ثاني ويرجح ان يكون بلجيكا تتعالج هناك وفعلا شد الرحال قبل تقريبا يومين من مقتلها الى بلجيكا فهنا هذه المرأة ما تبي تنام لوحدها ما تبي تظل بروحها في هذا البيت فراحت وطلبت من ولد اخوها يجيها في البيت كذا يوم لما زوجها يجي عشان ايوان نسها في البيت ويكون في حركة وفعلا هذا ولد زوجها جاء الى البيت بعد ما زوجها سافر وكانت على طول تطبخ الغداء والعشاء ويضحكون ويسالفون ويسهرون في الليل مع بعض ايه هذه المرأة كان عمرها 54 سنة وولد اخوها اسمه جميل كان عمره في العشرينات تقريبا على العموم هذه قصتها معناها ان هذه المرأة اصلا مو من اهالي هذه القرية فبالتالي مين بيقدم على اقتحام البيت وبيشوه جسدها بهذا الحرق لان طلعت نتائج الحريق هذا انه بفعل فاعل مقصود فبالتالي استغربوا هنا الشرطة شنو الدافع فاول ما بدأوا يحققون اكيد رح يحققون مع اهلها واقاربها والناس المحيطين لها الجيران وغيرها سواء في بلدتها اللي عايش فيها ولا في قريتها اللي ساكن فيها بعدين على العموم اغلب اقاربها واهلها قالوا للشرطة انها كانت محوشة مبلغ مالي قيمتها تقريبا 40 الف في نار وكذلك كان عندها مجوهرات وذهب وغيرها محتفظة فيه في الخزينة حقتها وهذا كله يعني من اثر تجميحة للفلوس اللي من وظيفتها عشان تبي تشتري لها ارض وغيرها فهنا الشرطة على طول طرد الى بيت هذي المرأة السليمة ولما فتشوا في بيتها ما شافوا اثر ولا مليم ولا قرش موجود في هذا البيت فعرفوا ان الدافع الرئيسي السرقة فهنا راحوا الشرطة الى تحليل ثاني كيد اللي جاهنا عارف زوايا البيت فبالتالي ليش اوه راح الى غرفة نومها وعلى طول سرقها وايضا الحريق والتمام الجيران ما خذ وقت طويل تقريبا ربع ساعة نص ساعة فقط فبالتالي اكيد ان هذا عارف المكان قاموا اقدم على القتل وحرق هذا المكان وطلع بينما في هذه الاثناء ينتظرون الولد يصحى هذا جميل وهم ما هم عارفين شلون وضعه يعني كل يوم يدهور اكثر من اول فقاموا هنا الشرطة يروحون ويحومون حول مسرح الجريمة فشافوا هنا احد الجيران قال يمكن اللي بقوله يساعدكم في التحقيق قالوا له شنو اللي شفته ذاك اليوم اللي هو يوم المقتل قال لهم انا شفت في الليل على الساعة عشرة كذا واحد هذا الواحد معروف في حينة وفي القرية كلها انه يعني راعي سوابق وراعي مشاكل وهذا الرجل صرف فلوس بذخ في الحفلات ونايت كلوب والملاهي الليلية بينما وهو دخل محدود وهو كان يعني يشتغل شركة حراسة وراتبة جدا ضئيل وايضا هذا الرجل كان مديون كان هذا الرجل يحوم حوالي بيت هذه المرأة في ذيك الليلة ليلة الحريق وايضا لما شفتها يعني قاعد تطالع فيه مستغرب ليش يحوم كأنه يدور على شي ما فهنا الشرطة قالوا له الحقنا بسرعة الى مركز الشرطة وعطنا اسمه عطاهم اسم هذا الولد هذا الولد طلع مين هذا الولد اسمه نمر ولد مين صاير ولد حماتها يعني جارها ويصير ولد اللي هو اخت زوجها فعلى طول راحوا الى بيت هذه المرأة حمات سليمة واستدعوها للشرطة وعلى طول قاموا يحققون وياها فايهي قالت لهم القصة انه يعني مستحيل تضر سليمة وتحبها وسليمة كانت وياها وفي صفها وعلى قلبها فبعدها سألها المحقق هنا عن هذا الولد نمر وينه وليش ما تتكلمين عنه اتكلمتي عن زوجك انه مات وانه يعني ساكنة مع عيالك الوحدك واصلا الشرطة لما سألوا عن هذه المرأة سمعتها جدا زينا اللي هي حمات سليمة سمعتها جدا تمام واخلاقها ونظيفة وما عندها مشاكل ولا خلافات مع احد فبالتالي لما سمعت اسم نمر انهارت وبكت هذه المرأة وقالت للمحقق لا تذكر لي هذا الاسم ما الله يخليك هذا متعبني في الدنيا وبتعبني في الاخرة قال لها ليش شنو فيه قالت تخيل ان هذا ولدي بكري وكنت تعبانة في تربيته كان يحب ابوه حب كبير بس ابوه مات يعني صابتها مثل ما تقولون زي الصدمة وقام يشرب الكحول يدمنها فبعدها قام يسهر في النايت كلوب فبعد ما يعني قام شاف لطريق سيء عرف انه عنده ورث من ابوه على طول تصرف فيه وباع نص البيت اللي ورثه من ابوه اللي ساكنة اصلا فيه امه وخواته تخيلوا واخذ الفلوس وطار يركض هرب فيها وصرفها على النسوان هناك وكذلك على الكحول وغيرها اول ما خلصت الفلوس جاء لامه يتبكبك ويصيح ويعتذر الام هنا ما كانت تدري قاعدة تكلمة عن الوظيفة اشلون تركت العمل يا ولدي ليش تخليت عنها انت يعني متى بتصير رجال متى بتستقيم الا يفاجئها انه باع البيت بغت تنجلط وفعلا استدعت سليمة سليمة جتها بكل ليلة وهدأتها وقالت لها خلي على راحتها والله بيجيك وبيندم وبيحب راسك قالت حتى لو جاء ما رح اسامحها هذا قبل ليلة من مقتل سليمة ما كانت تدري سليمة انها قاعدة طبطب على الام بينما هي بتجيها يعني طامة كبرى في اليوم الثاني على العموم بعدها هنا الشرطة قالوا قبل ما نستبق الاحداث خلنا نشوف نتحقق هل هذا الرجل فعلا قام بهذه الجريمة ولا لا فقاموا هنا الشرطة واخذوا رقم نمر وبينما هم يدورون نفس يوم الحريق اللي حصل في بيت سليمة كان جوال نمر موجود في هذا البيت يلا سؤال شنو وده جوال نمر في ذاك الوقت الساعة عشر ونص بالليل في هذا البيت شنو عنده خصوصا انه يعني ما يعتبر من اهلها صحيح انه يصير ولد حماتها لكن ايه ما لها علاقة وياه فبعدها هنا الشرطة قعدت تبحث عنه يعني بالسكتي عشان ما حد يدري انهم اهم مشتبهين فيه عشان ما يدري اهو يهرب وفي هذه الاثناء اتصلوا عليهم المستشفى وقالوا للشرطة انه جميل جلس وصح من النوم وكان في احوال حالاته تقدرون تستجوبونا راحوا على طول الشرطة وجلسوا وياه وقعدوا يسألون عن القصة بالتفصيل قال لهم انا كنت جالس في الصالة وبعدها سمعنا صوت ارتطام كأنه شي طايح من فوق الاجدار يعني كأنه قطوة نازلة من الاجدار بقوة الى الارض قافزة فهنا قالت لي عمتي روح شوف من برا اول ما جيت اروح الا انطفى الكهرب قالت لي خلك بالصالة انا اروح راحت اهي وفعلا محل العداد برا موجود ولعت العداد ودخلت البيت وقفلت الباب وبعدها دخلت لغرفة النوم الا اسمع صراخ صراخ قمت وركبت عليها الا شفتها تسبح بدمها الطعنات في كل مكان ورجل كبير ضخم اسمر وداكن البشرة وطالعني وهو يطعنها وعلى طول جاني يركض ويسدد لي عدة طعنات وفعلا حسيت كأن راسي دور واغم علي وطحت قدام هذه اللي هي عمتي ما دريت بنفسي الا انا مكلبش ايادي ورجولي ومرمي داخل الخزانة اللي هي الخزانة اللي في غرفة نوم سليمة وتعت ما ادري شنو السبب وعلى طول حاولت افك هذا الرباط اللي على يدي ورجولي وفعلا قدرت وبينما انا انزف ماني قادر اسعف عمتي وعلى طول طلعت برا البيت البيت اصلا موب كبير صغير فطلع وعلى طول شافه هذا الجار ووداه المستشفى قال له هنا المحقق طيب اذا عطيتك صورة هذه الصورة تقدر تتعرف على القاتل قال ايه انا وجهة وملامحة جدا واضحة لان طالعني اهو وكان ملابس لا قناع ولا قفاز ولا غيرها فانا اول مرة اعرفه انا ما عمري شفته ولا عمري التقيت وياه ابدا فهنا قام المحقق على طول امر الضباط يجيبون يعني كتالوج بالصور اللي عندهم اشتبهين فيهم ومن ضمن هذه الصور اللي موجودة عندهم صورة نمر اول ما شافها على طول قال هذا هو اللي شفته داخل البيت واللي قتل عمتي وصوب لي عدة الطعنات فهنا الادلة كافية ووافية تقريبا فقاموا الشرطة وسووا حركة كأنها كمين جابوا اعز صديق لنمر وقالوا له ان اهم محتاجين يساعدهم على طول هذا صديق نمر قاموا اتصل بنمر وقال له وينك من زمان ما شفتك خلنا نسهر سوا قال له هذاك انا مش موجود برا الديرة قال له ليش شنو في قال له ما في شي بس انبسط مع البنات وغيرها قال له هذا صديقة ترى مرة خالق متوفية واحترق بيتها وانت من داقي اليوم طالع احنا صراحة الشلة شلة الاصحاب حقينك كلنا نشك انك انت اللي سويت هذه الحركة وهو حلف واقسم نمر انه ما سوى شي قال له هذا اذا تبي تأكد لي انك ما سويت شي ليش ما تجي يمنا وتسهر قال خلاص انا بجي اليوم يمكم وعادي مرفوع الراس انا ما سويت حاجة نمر كان جاي فعلا متأكد انه ما خلى دليل وراه ليش لانه سمع عن طريق الاعلام انه هذا الولد جميل توفى فهنا على طول قامت الشرطة وزعت دورياتها عندما داخل القرى مدخل المدينة الرئيسية عشان يراقبون الداخل والطالع يشوفوا النمر في حال انه بيدخل هذه القرية وفعلا كان جاي نمر مع احد سواقي التكسي الى القرية على طول هنا قبضوا عليه الشرطة وهو كان مرفوع الراس وكان يقول لهم لا تقبضون علي بهذه الطريقة انا بري قالوا لا براعتك نشوفها بعدين هناك في غرفة التحقيق اول ما المحقق بدأ يحقق وياه اخذ بصماته واخذ الدي اني اي حقه وكذلك الدي اني اي حق هذا الولد جميل عشان يشوفون هل الدم يعود حق جميل ولا حق هذا اللي هو نمر فعلا قبل التحقيق طلعت نتائج التحليل انه فيه بقعة دم مختلطة مع البصمة الوراثية حق هذا الرجل نمر موجودة على دولاب خزينة هذه المرأة اللي هي سليمة فهذا دليل ثابت انه اهو فاتح اكيد الخزنة عشان يبوق يسرق فلوس فبعدها هنا على طول اخذه وحقه قوية انكر جميع ما نسب له وقال مستحيل انا اعمل كذا هذي مرة خالي شنو تتكلمون انتو استحيل انا مو مجرم فهنا الشرطة قالوا لا طيب من وين لك الفلوس هذولا تروح تسهر وتصرف على البنات كحول وغيرها وتسافر قال لهم هذي من عرق جبيني قالوا لا وين عرق جبيني كمان شوف احنا لون من الحراسة كلها هذي بتطير الفلوس الكثيرة يعني على العموم بعدها قال لهم انا ما عندي شيء اقوله قالوا لا شوف اتكلم لان الحكم جدا قاسي بيصير عليك فاذا اعترفت ممكن ان يصير الحكم مخفف قال لهم هذا اللي عندي انا ما سويت حاجة قالوا لا طيب وين كنت الساعة عشرة في الليل في يوم مقتل سليمة قال لهم انا ما كنت موجود في الديرة انا كنت برة قالوا لا ابراج جوالك كانت موجودة في مكان مسرح الجريمة وواجهوه بالادلة اللي عندهم وهو نكر وقال لا يمكن اني اكون موجود انا برة وقام يحلف بعدها قالوا لا طيب خلينا الجوال يمكن يغلط البصمة هذي شنو وده بصمتك لخزينة سليمة قال ايه ايه عازمتني ورايح انا ذاك اليوم الى غرفة نومها قال لا تمام انزين تعرف انه جميل اللي قتلته اللي كان موجود في بيت سليمة وهو اصلا حي يرزق والان انا بجيبه لك يواجهك وفعلا اول ما جاه واجهه وقال ايه هذا هو اللي طعني وقتل عمتي فقام هنا انهار وانتفاض هذا الولد انتفاض تخوف وقلق وقال خلاص انا راح اعترف لاني وقعت فيها قال انا كنت مديون وانا حبيت هذا الطريق نايت كلوب وملاهي وسهر وبنات وغيرها وادمان وكحول فانا بفلوس باي وسيلة البيت ورثي بعته وكذلك عملي طلعت منه لاني اسرق منه كل شي سويته لكن بعدها قمت ادين من اصحابي في النايت كلوب عشان يعني يخلوني اسهر وياهم وشوي شوي زاد المبلغ ووصل قيمة الديون علي 29 مليون سنتيم فهنا قاموا هذول اللي يدينوني ما يخلوني ادخل معاهم ولا يسهروني ولا يرضون اصلا يتكلمون معاي ودائما يهددوني بالقتل اذا ما جبت فلوسهم فرحت انا القرية هذي وعلى طول مسكت صديقي هذا صديقي عزيز علي وحاولت ترجاءت والسلة يعطيني فلوس عشان اسدد ديوني وهو رفض وقال ما عندي قمت بعدها وذكرت ان امي قالت لي ان هذي مرت خالي عندها فلوس وعندها مجوهرات ومم محتاجة ان خالي يصرف عليها فقمت هنا وعرفت وين تحط الفلوس لما راقبتها في بيتها في الغرفة داخل الخزينة وفعلا ذاك اليوم قعدت راقب البيت ومن ثم تسلقت الاجدار وخطرت وقفزت الى داخل السور سمعت ايه نطة قوية طايحة على الارض انجدت هنا بولد اخوها فقام هنا والد اخوها جميل بيطلع اللي هي طلعت وشافت الدنيا ظلمة طف النور هذا اللي هون مر عشان ما احد يشوفه فهو لما طف العداد اللي برا كان هدفه الرئيسي انه يقدر يدخل يتسلل الى داخل الغرفة النام حاط في باله هدف وحيد اللي هو الفلوس والمجوهرات فهنا فعلا اول ما طف العداد على طول دخل الى داخل البيت وعلى طول الى غرفة النوم قامت هنا سليمة وراحت برا وولعت العداد ودخلت اللي داخل البيت وهي متفاجئة يعني العداد اكيد احد طفاه قامت وقفلت الباب لداخل البيت وبعدها راحت الى غرفة النوم وسكرت اللي هي دريشة نافذة الغرفة الا تلتفت اقبال هذا ولد حماتها على طول قام يطعن فيها عشان هاي تعرفها فخاف انها تصرخ وتلم الجيران والناس تعرف وتصير فضيحتها بجلاجل قام يطعنها عدة طعنات ومن بعدها سمع صراخها هذا الولد جميل وجاء وعلى طول قام يطعنه دون اي تفكير لان اي واحد يعني قباله بيقتل لا واحد بعدين يقدر يشهد عليه بعدها شاف ان اثنينهم طاحوا قام وقيد ايادي ورجول هذا الولد جميل وعلى طول راح وقطه داخل الدولاب وسكر الباب بيادية بينما كانت يده ملطخة بالدم لما طعنه وطعن هذه المرأة السليمة فعشان كذا تروا هنا يستخلصون الادلة الجنائية البصمة اللي كانت يده موجودة على الباب باب الخزينة وهو يكفلها طلع هو هذا الرجل فرحان بعد ما اخذ الفلوس والمجوهرات بقيمة الفلوس اربعين الف دينار بينما المجوهرات اكيد لها سعر خاص وقبل ما يطلع قال لا اطمس معالم الجريمة شلون يطمسها راح واخذ جريدة وولع فيها الحريقة وقطها داخل غرفة النام وهرب لا من شاف ولا من دراء على طول ركب لكن قبل ما يهرب قام وشاف ملابسه كلها دم غير ملابسه بملابس خاله اللي موجود في الدولاب وعلى طول طار هرب الى برة وراح يركض واتصل على صديقة صديقة السواق تاكسي وقال اللي يجي لها في الموعد والمكان المحدد جال صديقة واخذ وودى الى شاطئ النخيل اليوم الثاني قام هذا نمر وباع المسروقات اللي سرقها ثوت هذي المجوهرات عشرين مليون سنتيم سدد ديونه والباقي اللي اخذها من الفلوس راح وصرفها على النايت كلوب والملاهي وكأنه يعني ارواح البشر رخيصة لهالدرجة عشان كمن دينار المهم هنا الشرطة وجهت له تهمت القتل اللي عمد مع سبق الاصرار والترصد وانحكم عليه بالاعدام لكن احنا نعرف في الجزائر واغلب الدول العربية بدأت هنا شوي شوي تلغي حكم الاعدام للأسف ان هذا الولد كان فعلا متزن وكان محبوب عند ابو وكان ما اخذ الحنون والرعاية ما كان عايش حياة قاسية ولا صعبة لكن اصحاب السوق خربوا فبالتالي قام يسوي العجب الحين ياخذ وينال جزاه هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة